هل يا أصدقائي معكم سامو طبعا هذا الفيديو يا أصدقائي مثل ما شفته بالعنوان اليوم يا أصدقائي أخيرا وصلني الإيميل الجديد اللي المفترض بيكاكس دي تبعت لي وإيميل اليوم يا أصدقائي ما حيكون إيميل عادي اليوم الإيميل قوي 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 جدا وممكن نحكي عليه قنبلة الأسبوع عشان اليوم أخيرا بيكاكس دي سربت لنا الأشياء تبع الميراكلوس إتم تخيلين فاليوم شفنا بدلة هوكموث شلون شكلها وشفنا الملاب السبع مارينيت والقطة الأسود فأشياء واو وكمان شفنا الشكل البيت الجديد طلع فيه بيت جديد يا أصدقائي بهالتحديث أشياء كثير تنتظركم لو تريدوا تعرفوها كلها لازم تابعوا هذا الفيديو بالكامل من الأول للأخير يا أصدقاء لو ما حضرتوا هذا الفيديو حتفوتوا عليكم إيميل يخبل إيميل قوي فبدو ما أطول عليكم حطوا كثير لكات على هذا الفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا الزر الجرس وانشروا هذا الفيديو مع جميع أصدقائكم بجميع مواقع تواصيل جمعي لحتى الكل يفرح بهذه الأخبار أتوقع إيميلي اليوم حيعجبكم أكيد أكيد حيعجبكم وحتعجبكم الأخبار وبس يلا بنا نبلش بالفيديو سبعنا فلتس جو كمان شوفوني لبست ملابس قريبة على ملابس القط الأسود أو أدريان فأوكي كمان يا أصدقائي فيه إلو ملابس حنشوفها بعد شوي بالتسريبات أول شيء الإيميل يبلش بجوسب جيرل وهي معصبة بسبب فليكر لو اللي شافوا الفيديو أو الإيميل الماضي حيعرفوا إنه ما هي مو هي اللي بعثت لنا الإيميل بعثت لنا الإيميل فليكر عشان سيطر عليها تقول يا أصدقائي أنا أسفة عشان الأسبوع الماضي هو اللي بعث الإيميل فسيطر عليها وراح على الكمبيوتر تبعها عشان نبعت لنا الإيميل ويا أصدقائي الموضوع هذا عشان تعرفوها هي فضولية وتحب النميمة فهذا الشي زعلها لأنه تونسها الإيميلات ولكن تفتكروا غوسب جيرل حتسكت على هذا الشي لا فياز قد ضربته على رأسه أوكي وبعد ما خلص الكتابة فورا ركض وقفز من الشباك أو النافذة تبع بيت غوسب جيرل وقالت أنا بتوقع إنه إيجاته كدمات على رأسه فبالشفاء يا فليكر ما علني الله نروح في الأخبار الجد يا أصدقائي غوسب جيرل سألت الآد من زغالولها الآد من ونيم ده علم بيككسي يعني بعده عم يواجه أخطار بسبب هوك موث ولي يعني هاي الأخطاء وهاي المشاكل التضررات اللي صارت ببيككسي بعدها ما انتهت عشان هوك موث إجا مع فراشاته ونشرها هذه الفراشات فراشات اوكي اه هوك موث او العكوما اه شفتوا هذيني الفراشات اللي بيهم طاقة سلبية فيا الزقائي عشان نرجع عالم بيككسي حيجو أبطال خارقين على اللعبة وأكيد عرفتوا منهم يا أصدقائي هذيني الأبطال هم مارينيت والقطة الأسود او اللي اسمه ادريان فأو ماي قاد متحمسين يا أصدقائي عشان هذول الأبطال يجو على اللعبة ويساعدون فيلا نشوف اه شلالها هتكون بدلاتهم وأشكالهم اوكي اتوقع كنا يعني بنعرف شكل مارينيت اه بالحقيقة يعني بالكارتون وتبع القطة الأسود اللي انا حاولت أقلد شكله وطلع بهذا الشكل فهذه الصورة اول شي خلينا نبلش بأشكالهم هذيني اه طبعا يا أصدقائي هذيني هما أشكالهم لما حينزلوا على اللعبة فأو ماي قاد اتحسون يا أصدقائي طوال فيمكن تكون هذي مشية جديدة اه واو وكمان شوفوا مارينيت شلون او الداسوقة حيكون شكلها نسخة بي كيكس دي كمان شوفوا القطة الأسود تحسوا هيك خجلان اوكي فشوفوا الخدود تبعو هيك حمرة فهذه هي البدلات الجديدة تبعا اه الداسوقة والقطة الأسود اه كمان بي كيكس دي حتنزل ملابس جديدة اه عادية خلونا نبلش بتبع الداسوقة هذيني هما يا أصدقائي اللي تبع الكارتون حيعرف انه هذي ملابس كانت بترتديها الداسوقة او مارينيت بالأيام العادية قبل لا تتحول وتبلش اه بالاكشن وكذا اه وتستعرض قوتها من خلال البدلة فشفتوا يعني هذا هو الملابس العادية ويلا نشوف هسه الملابس المعتادة اه تبع اه اه القتل الأسود او ايدريان هذيني هما يا سقاي اه ايوه هذيني كمان فبي كيكس دي ابدعت بالأشكال اه حس يعني نفسهم نفسهم والله ابدعتوا يا بي كيكس دي اه شوفوا الشعر شلون مزبط والأشكال هيك فرنسوية عشان الكارتون هو فرنسي وتقول بي كيكس دي بمناسبة وصول هذول الأبطال على بي كيكس دي عشان يساعدون انواج هوكموث اه جابوا معاهم اشياء من عالمهم اه اه مدينتهم باريس معنات باريس بورج ايفل اوكي عن جد ياسقى بي كيكس دي حتسوي بورج ايفل باللعبة انتم تخيلين مستعدين ان تشوفوا بورج ايفل نسخة بي كيكس دي تعالوا معاي هذه هي الصورة يا اصدقائي شوفوا بورج ايفل بي جزيرة بي كيكس دي بمدينة البيوت او مي جاد شوفوا شلون عملاق وهذا هو نفسه يعني نفس الشكل اه ولكن الشي الوحيد اللي ما ادري بي كيكس دي ما ضبطته هو لو تحسوه هو لون ورماضي ليش بي كيكس دي سوتوا بلون البني فما ادري اه والدعسوق مارينيت وادريان جابوا معاهم كمان اشياء من فرنسا واللي حيكون هو بيت جديد او مي جاد اعرفكم يا اصدقائي تتحبون مرة البيوت واشكالها وتتحمسون لما احكي لكم هيك بيوت جديدة فانا كمان بتحمس عشان اشوف اشكالهم لانو بي كيكس دي سارة تبدأ بالبيوت يلا تشوفوا يا اصدقائي البيوت الفرنساوية اللي بباريس على نسخة بي كيكس دي شلون حيكون شكلها مستعدين نشوف الصورة مع بعض يلا حط كثير لايكات على هذا الفيديو فهذه هي الشكل او هذا هو شكل البيت الفرنساوي او مي جاد ما ادري من وين ابلش البيوت الفرنساوية فخمة فشوفوا مثلا الباب باللون الاسود وشوفوا الزجاج في كثير شبابيك بها البيت هذا الشي كثير حلو وشوفوا القبة او ما ادري هذا يمكن سطح موجود فوق البيت اتوقع هذا السطح هس يا اصدقائي خلصنا الاخبار السعيدة يلا نرجع على الاخبار السيئة واللي اكيد حيكون سببها هوكموث اه يا اصدقائي اه تقول بيكاكس دي اه اه القوة تبع مارينيت و ادريان ما حتكفينا عشان نقاوم اه هكموث عشان كتير قاعد يسيطر على الادمنز كمان اه بيك يا اصدقائي اللي هو اه اه ادمن من ادمنز بيكاكس دي مختصين بالاخطاء والمشاكل اللي عم تصير باللعبة فراح يا اصدقائي اه بدو يواجه هاي الفراشات عشان اه يتخلص منها او كاو يشوفوا وين المشكلة ولكن بعد ما راحت سيطر اه سيطرت عليه هذي الفراشات وللأسف فهو حاليا اه صار على سيطرات هوكموث وكمان يا اصدقائي اه فتاة التحديثات ابداة جيرل اه اه اتسيطرت بسبب هوكموث وكمان الساحرة نافانا اه اتسيطرت بسبب هذيني الفراشات الادمنز في خطر او مي جاد هذه هي الصورة يا اصدقائي شوفوا هس هذيني الادمنز صار بيهم طاقة سلبية وشوفوا اتوقع يعني لو احنا مثلا صار بينا طاقة سلبية هيك هيصير شكلنا هذا القناع الوردي على وجهنا وكمان يا اصدقائي بعيدا عن الموضوع شوفوا الروبوت ساير لونه على الوان الدعسوق اللي عجبني يا اصدقائي اليوم انه اغلب توقعاتي او كلها طلعت صح هس يا اصدقائي خلونا نرجع على اخر خبر بالايميل يا اصدقائي هوكموف كمان كثير شرير وعم يزاد رعب وسيطر على بيكاكس دي ويا اصدقائي تقول اللعبة او جوسيب جول عنده خمس قوات خارقة او خمس ميزات بتخليه تسيطر على بيكاكس دي واللاعبين فاخد بعض اللاعبين يا اصدقائي وسيطر عليهم وحولهم على غرفة مليانة بالمتاهات شوفوا يا اصدقائي معاي بالصورة هذنهم اللاعبين تسيطروا بسبب هوكموف ولازم احنا نساعدهم عشان نرجعهم على اللعبة فبس هون حيخلص الايميل ولكن اللي سبقوا يا اصدقائي 90% يقصدون بهذا الخبر بيكاكس دي اللعبة جديدة يا اصدقائي تذكروا خاصة ان هنا في هاي البوابة قلتلكم حيصير بيها اللعبة جديدة فغالبا توقعي حيطلع صح وهون حنلعب هاي اللعبة ويا اصدقائي احنا كمان معرضين للخطر عشان بسبب هاي اللعبة فمثلا لازم احنا يا اصدقائي نتخبع لما نتخبع من هوكموف تمنى تكونوا استفدتم من هذا الفيديو واذا استفدتم وستمتعتوا حطوا كثير لايكات واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وانشاروا هذا الفيديو مع جميع اصدقائكم وانتظروني خلال الفيديوهات القادمة وبس مع السلامة باي باي السلام